وبالمناسبة أنا لا أذيع سرا لك يا أيها المتداخل ولا لكم أيضا لا أذيع سرا لكم إذا كشفت لكم عن أني ما أحمله من منهج هو في الحقيقة وليد الانقطاع عن العالم وليس العكس يعني هو وليد سنوات من الانقطاع يعني بالذات سنتين كانت انقطاع عن العالم وتوجه إلى الله عز وجل وتوسل بأهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام وتأمل في أحاديثهم ورواياتهم ومصادر الدين هذا الانقطاع عن العالم هو الذي أنتج هذه النظرية التي نحن ماضون عليها هو الذي جعلني أنطلق بهذا المنهج وليس العكس هذا منهج في هذا العصر كان منهجا بكرا على يدنا بفضل الله وبفضل رسوله صلى الله عليه وآله يعني لعل الأخ يتصور أنه هذا المنهج الذي نحن نهضنا به هو نتيجة احتكاك مثلا بجماعة من الناس هم الذين يؤيدوننا هم الذين مثلا حملونا عليه هم الذين حمسونا عليه كلا أنا بدأت وحيدا فريدا بالعكس كان المجتمع ضدي في ذلك حتى طبقت العلماء وطبقت المعاملين غالبيتهم الساحقة كانت ضدي في ذلك ثم شوية شوية بعد شيئا فشيئا بعضهم تأثروا بعضهم جاء إلى هذا المنهج واصطفوا معنا شيئا فشيئا فالقضية معكوسة لا كما تتصور أن أتصور هو أظنه يتصور أن الشيء الذي يدفعني للمقام على هذا المنهج والاستمرار فيه هو أنني ألاقي تأييدا وظن أني لو لا ذلك لو لا هذا التأييد من الناس لذلك هو يقول انقطع عن الناس انقطع عن الناس واختلي هكذا بربك وكذا لو لا هذا التأييد من الناس لما مضيت أكثر لا يا أخي أنت متوهم العكس هو الصحيح العكس هو الصحيح وما زادني اجتماع الناس حولي ثقة بهذا المنهج أو اجتدادا فيه هو هو هذا المنهج حين كنت فريدا وحين صرنا جماعة هو نفسه ترى ما تغير فيه شيء في كل مفرداته في كل أدبياته في كل مبادئه ومنطلقاته كما أنه لا ينقصني إن فرضنا أحسنتم شكرا لا ينقصني إن فرضنا أحسنتم شكرا لا ينقصني إن فرضنا انقطاعي عن الناس أو انقطاعهم عني لا ينقصني شيئا في هذا المنهج أو انسحابا عنه بل أيضا على العكس لعلي أفرح بخروج الخارج مننا أكثر من دخول الداخل فينا بالمناسبة يعني يشهد الله ورسوله صلى الله عليه وآله حالة انفراج وأريحية تصيبني ما إن أسمع أن فلانا انقلب أو ارتد أو ضعف أمام الشهوات أو ضعف أمام مغريات الدنيا أو انحرف فخرج من الرفض العظيم أو خرج من هذه المنهجية وحتى خرج من هذه الهيئة ككيان تنظيمي أفرح بذلك كفرح بل ربما أعظم من سماع أن فلانا انضم إلينا أو دخل في دعوتنا أو دخل في منهجنا أو حتى في هيئتنا الأمر سوا وعندنا حديث شريف تقريبا عن الإمام الرضا صلى الله عليه مضمونه إن أهل الحق مضمونه إن أهل الحق لا يفزعون إذا خرج الخارج منهم لأنهم على حق وإن أهل الباطل يفزعون إذا خرج الخارج منهم إذا انسحب أو انشق منهم ناس لأنهم أهل الباطل باطلهم يتقوم بالكثرة إذا ما عندهم كثرة يتلاشى هذا الباطل لأنه ما الذي يقوم الباطل هو الكثرة هذه ناس تتجمع مع بعض الباطل يقوم تقوم له قائمة أما الحق قائم بذاته النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول جماعة أمتي من كانوا على الحق ولو كانوا عشرة عشرة أفراد بس نحن يكفينا خلص عشرة المبشر عشرة المبشرين بالجنة إن شاء الله فمفاهيمنا لازم تتغير أنهم ليس كل من كانت الكثرة معه إذا نلحق معه مثل منطقة السقيم عند البكريين الجهلة أنه أنتوا شنو وزنكم شنو قيمتكم أنتوا شيعة أنتوا عشر المسلمين بس أنتوا عشرة بالمئة بعضهم يقول هكذا هب ذلك مو مشكلة خليكم نحن عشرة بالمئة راضين نحن خمسة بالمئة أمراضين واحد بالمئة أمراضين مع أنه الحقيقة خلاف ذلك نحن ننهز الآن النصف بحمد الله يعني شوية أكثر من الثلث بحمد الله تعالى مع موجات أفواج المتشيعين بفضله تعالى الآن هب مو مشكلة خليكم إن شاء الله نكون نصف من واحد بالمئة من يقول نحن ما راضين همراضين وفرحانين ترى ومبسوطين جدا يعني ما عندنا مشكلة وقليل من عبادية الشكور وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين هذا واقع فأرجو أن لا تتوهم يا أخان الكريم أني إذا انقطعت عن الناس يعني سأغير منهجي بل ربما أعود أحد من هذا فبقوني على هذا أحسن لكم ترى ولا ترى أحدين غير شيء نووي يصير ما أدخل الصن هذا طبعا ليش شنو السبب لعل هذا الحمد لله أنا أشكر الله عز وجل كثيرا بهذا أنني ربما لو كنت أكثر أنا ترى عرفون الأخوة المحيطين بي أنا قليل الاحتكاك بالمجتمع يعني لست كثيرا الاحتكاك يعني رجل علمي عملي أكثر من كوني اجتماعي وهذا مما يوخذ عليه وأنا لا أقول ذلك أن هذه الحالة صواب دائما انتبهوا يعني بالعكس ألوم نفسي على هذه الحالة أنا هالشكل طبيعتي هالشكل يعني حتى سابقا كان يزوروني حتى بعض العلماء علماء يعني محترمين جدا ما أرد الزيارة مثلا هذا قد يعد في العرف العام يعني غير مقبول يعد خلاف الأدب بس عندي طبع هكذا أنه أنا يعني شنو نقول متعتي بستاني فرحتي بيئة البيت و كتبي يعني هاي طريقتي يعني وقتي هذا نعم أحب أشوف المؤمنين بالمسجد مثلا في الهيئة مثلا في نشاط العمل شيء اللي مرتبط بأهل البيت عليهم والسلام أما زيارات اجتماعية احتكاك أخذ خاطر فلان ما أدري خاطر فلنتان اتواصل مع هذا تليفونات مع هذا كذا جدا يعني حد أدنى من الأدنى وهذا مما يوخذ عليه هذا الانزواء أو هذا الانقطاع لكن من جانب آخر أنا حقيقة بعد سنوات من يعني من هذه الحالة بدأت أتأمل فقلت لعل هذا خيرا ساقه الله إلي لأنه ربما لو كنت منخرط في هذه العلاقات الاجتماعية مكون لشبكة علاقات اجتماعية كبيرة حوزوية سياسية مثل عادة المعممين المؤثرين في الساحة هكذا عندهم ما تجد معمما مؤثرا في الساحة إلا عند هذه الشبكة من العلاقات بس إحنا ترى نشاز يعني إحنا حالة نشاز لماذا؟ لأنه معمم مؤثر في الساحة لكن ما عنده علاقات لا يهتم ببناء العلاقات وهذا كما أقول أرجو أن لا يفهم كلامي خطأ لا أقول هذه حالة صحية 100% هذه هم فيها نسبة غلط بس هذا الشيء بعد خلاص الطبع يبلغ أغلب التطبع لا أقدر أتطبع بغير طبيعتي الشخصية فلا أوصي إخواننا الرافضة بقية الأخوة المعممين أن يقومون بمثل الذي قمت به بالعكس أنا أدعوهم إلى الاختلاط والتزاور والقيام بالواجبات الاجتماعية وبناء العلاقات لأن لها أثرا إذا صبت في المصب الصحيح في نصرة محمد والي عليه الصلاة والسلام فتأملت فقلت لعل ذلك خيرا ساقه الله إلي أنني ربما لو كنت بدأت بتكوين هذه العلاقات والروابط ربما صحيح كنت كسبت جهات كثيرة ربما كسبت امتيازات كثيرة ربما قطعت أشواط يعني في الإنجازات التي نحققها بفضل الله ورسوله صلى الله عليه وآله قطعت أشواط بشكل أسرع أو أقرب يعني بدلا من أن مثلا يتأخر هذا الإنجاز وليكن هذا المسجد مثلا لهذه السنوات كان ممكن من أول سنة مثلا خلصانين بسبب العلاقات لأنه طبيعة المعممين المؤثرين في الساحة يهتمون بالعلاقات كثيرا أصلا شغلهم اليوم يدق على العلاقات بس هاي شغلته علاقات يهتم يكون علاقات مع كبار المراجع مثلا مع الحوزويين المؤثرين مع التجار وأصحاب رؤوس الأموال مع الشخصيات السياسية النافذة شوفوهم يوميا مثل مكوك المتحرك زيارات و طلعات و روحات و جيات أصلا ما يقعد لخمس دقائق بمكان كن شوية عند زيارة فلان رجع من فلان رايح مشي الفلان جاي مشي من فلان هل يشك طريقتهم لو كنت ربما بدأت مثل هذا من سنوات كان ربما ما أقدر أمضي بهذه المنهجية ليش أن العلاقات هذه تأثر على الإنسان تربطك في عالم معين و ما تستطيع تخرج منه تحس نفسك مكبل مقيد مصيبة يعني فلا الحمد لله الله عز وجل جعلني حرا فما كبلتني هذه العلاقات بشيء و الحمد لله أحمد الله كثيرا أيضا أنه الفئة القليلة اللي بيني و بينهم علاقات و كانتهم علاقات وثيقة الصلة أيضا لما رأيت أن نصرة الله و رسوله وأهل البيت عليهم والسلام تستوجب قطع العلاقات قطعنا العلاقات لم نعبأ بردة فعلها يعني مضيت موقف موقف شخصية من الشخصيات دون أن أسميها كانت من القلة الداعمة لنا في بيت السيد المرجع مثلا أنتوا تدرون أنه حتى بيت السيد المرجع و حشية السيد المرجع من قسمة تجاهنا و قسم معنا و هم أقل القلة الآن و قسم ضدنا و من أشرس يعني من أشرس الناس ضدنا فالمفروض الحالة هذه هي أنه على الأقل يعني يا أخي بسم الله شوية شوية هدي أنه هذه القلة حافظوا عليها على الأقل تساعدكم في بعض أموركم كذا تسهلكم بعض الأمور إلى آخره أما صدر من هذه الشخصية ما لا يمكن التساهل معه كان لنا موقف حازم في ذلك و حاسم فصارت عداوة جديدة و قاموا مسكين أم يقولوا لأنه شفت شلون ما قلنا لك شنت شقد أنت مدافع إلى درجة يقولون عنك يا سيري الآن شوف شلون الآن صار شوف شلون صارت عداوة جديدة خسرناهم هذا اسمها خسارة أنا أقول ربح لأنه نخسر فلانا من الداعمين أو من المؤيدين أو من المدافعين في ذلك القطر أو هذا في تلك المرجعية أو هذه فيما أدري ذلك البلد أو هذا أي أن كان في أي موقع نخسر أمثال هؤلاء لكن نربح الزهراء البتول عليه الصلاة والسلام وهو الأوجب لذلك أكو حقيقة أكو أفراد حاروا أمام ظاهرتنا يقولون ما نقدر نفسرها هؤلاء ناس ما يهتمون بمصالحهم هو هذا صحيح بالفعل نحن تدرون أن نهتم مصلحة جهة واحدة فقط نهتم بمصلحة جهة واحدة فقط هذه الجهة هي الله جل وعلا فقط وفقط لذلك لا نعبأ أبدا هالشكل بايعينها مثل ما يقولون بايعين أنه شنو نخسر من الناس هذا ما أدري يصير ضدنا لأنه إحنا وقفنا ضده بسبب موقف معين كان يريد من عندنا نسكت مثلا تجاه هذا الموقف ما نسكت واحد مننا وبينا هنا يروح يلعب بذيلة ويقوم يختلس أو يقوم يخون أو يقوم يغدر أو يقوم يريد يستربح على حساب الزاراء عليه السلام وحساب أهل البيت عليه السلام فورا كالسيف ولا نعبأ لا علاقات لا مصاهرات لا ما أدري شنو بعدين يقولون عنه شنو ما يقولون عنه يروحون يكتبون يروحون يشاهرون يروح على المنبر يقول أنت تريد تقتل أبويا يروح يروح اللي يقول يقول وليهم نقول المهم نكسب الحجة ابن الحسن عليهما السلام بس مصلحة إذا مصلحتنا هي مصلحة الشرع والدين هو الحجة ابن الحسن يرتبها أنت ما لك علاقة أنت عليك تمشي بالدين ما لك شغل أنت يمشي على دينك على مواقفك على مبادئك وعادي في الله ووالي في الله تشوف الآثار الطيبة إذا أنت سليم النية شنو يصير حتى لو تصير انهيارات الخسائر كسرات وضعك المادية يتعب وضعك الشخصي يتعب ما أدري شي يصير عندك أي شي يصير يصير ترميم من قبل الحجة ابن الحسن عليهما الصلاة والسلام هو يرمم يعني أكبر انهيار أصابنا كان في الكويت لما أنا سجنت كادت لهيا خلص أن تروح بعد خلص انتهى ونشاطنا يروح إلى آخري شنو صار بعدين صار تعويض صار جبر جبر لهذا الكسر الآن هم بحمد الله في السنوات الأخيرة لا نكاد نجد خسارة ولا انهيارا بل من صعود إلى صعود من صعود إلى صعود طيب الصعود هذا لابد أن تحافظ فيه على مبدئك على مواقفك ألا تتراجع ألا يراك الله عز وجل محابيا في دينه أحدا قط يوم من الأيام تقوم اتحابي هذا أو اتحابي ذاك خوفا من ردة فعله خوفا من انقطاعي مثلا تمويله أو دعمه إياك إياك تخسر الله جل وعلا الذي هو الرزاق ذو القوة المتين هو الأصل في كل شيء على أساس تريد تكسب فلان وفلنتان وما أدري هذا لا يخاف يزعل علينا بعدين ما يتبرى علينا مثلا إذا حجينا على فلان أو نخسر هذا اللي مثلا في الحاشية المرجعية هذا ويانا مثلا أو نخسر فلنتان اللي ممكن دا يشتغل مثلا زين معانا مثلا أو أيا كان إياك وإياك صارم في الحق لازم تكون صارم صرامة تامة هكذا تكسب تأييد الله جل وعلا تكسب تأييد النبي صلى الله عليه وآله تأييد أمير المؤمنين تأييد الزهراء تأييد الحسن الحسين إلى إما الأطار عليهم السلام وصولا إلى المهدي المنتظر صلى الله عليه وآله وعلا الله تعالى فرجه الشريف هكذا تجد أنك تعلو وتنتصر وأن الإقبال أصلا يتزايد من حيث لا تحتسب يعني أنت محتسب أنه أنت مثلا مفروض تشيع لك هالمقدار ومتحرك على هذا ومتحرك على هذا حتى تشيع لك مثلا هالجماعة تشوف هم ما صار فرضا وإذا أفواج من المتشيعين من جانب أخريته هو هذا المكسب الحقيقي ترى ما المكسب الحقيقي هو مجرد الهياكل انتبهوا جيدا هم لا يصير هذا الخطأ حتى عند خدام المادي عليه السلام أن الإنجاز ليس بمجرد الهيكل مجرد البناء المهم المضمون هذا هو الإنجاز شنو المضمون الأساس هداية الناس هداية أكبر عدد ممكن من الناس تكثير عدد شيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذا هو الإنجاز كل يوم يتشيع فيه إنسان ببركة هذا المنهج ببركة هذه الأعمال التي نحن نقوم بها هذا هو الإنجاز كل مشاريعنا يجب أن تصب في هذا لا، ليس مجرد هيكل واحد يسويه، ليس مجرد مسجد يسويه، أو يسوي مجرد فيلم مثلا حتى مجرد أنه يكون فيلم يضم إلى الأفلام الدينية التي متداولة لا، المهم أن هذا الفيلم المبارك إن شاء الله لما يخرج يكون مؤثرا في هداية الناس إلى الإسلام والتشيع والرفض إذا ما كان مفضيا إلى هذا، إذا هذا ليس بإنجاز، هذا فشل هذا ليكون متضحا لأن بعض الناس تروح وراء شنو يقودوا هالأمر للهياكل أكثر، للشكليات أكثر من المضامين والجواهر، هذه مصيبة يعني عينا مثل الشخص الذي يجتهد، يجتهد، يجتهد في الدراسة حتى يصير دكتور، وبعدين يحصل له الشهادة بس حتى يعلقه حتى يضاف إلى اسمه حرف الدال أما شنو بعدين هو مفروض في هاي الدكتوراه مثلا نقول مثلا يطبب الناس، يعالجهم مثلا أو يبني البشرية أو كذا لا يوجد شيء، هي مجرد هيكل والمعاشي الذي يقبضه مجرد دكور هذه مشكلة خدام المهدي عليه السلام لا يعملون هكذا خدام المهدي يعملون على تحقيق المضامين على تحقيق الأهداف وكل مشاريعهم وهياكلهم ونشاطاتهم يجب أن تصب في هذا الاتجاه كسبوا مزيد من الناس للتشيع والرفض العظيم شكرا